السلام عليكم طلاب الصف الثالث كيف حالكم أعزائي الطلبة؟ في حصة اللغة العربية لهذا اليوم سنقوم بحل تدريبات أكتب صفحة 54 وتكمل 55 عنها الإملاء خلي دفترك الإملاء جاهز حتى يأتي وقت الإملاء وتكون مستعداً للإملاء هيا نفتح الكتاب صفحة 54 طبعاً عندي ثلاث تمارين بهذه الصفحة الصفحة الأولى بدنا نتعرف أو بدنا نتذكر قاعدة هذه الهمزة وماذا نسمي هذه الهمزة؟ الهمزة على نبرة الهمزة على نبرة سنكتب هذه الكلمات بالهمزة على نبرة طبعاً فوائد العائلة القائد المائدة جميع إذا لاحظنا مكسورة فلماذا كتبت الهمزة على نبرة؟ لأن الهمزة مكسورة تمام؟ لأنه لو أنها مفتوحة إيش نكتبها؟ قبلها حرف ماذا؟ على سطر لكن لأن الهمزة مكسورة كتبناها همزة على نبرة أحسنتم طبعاً إذا كتعرف فوائد العائلة القائد المائدة تكتبهم هيك على جنب تعرف أن هاي كتبتهم خلص ثابتة مش أنا على كيف مرة هيك لا خلص هاي الكلمات ثابتة لأن الهمزة مكسورة كتبات على نبرة بدنا ننتبه لهذه القاعدة الآن برحة طبقه في الإملاء إن شاء الله في كلمات تحت وعلى همزة على نبرة بدكت تنتبه لكتابتها أضع خطاً تحت الكلمة بالسؤال الثاني تحت الكلمة المنونة يعني أي وخطين تحت الكلمة تنتهي بنون ساكنة المنونة يعني عليها تنوين والتي تنتهي بنون ساكنة اللي تنتهي بحرف النون الساكن حسام من أصدقاء المخلصين طبعاً حسام أين التنوين في هذه الجملة حسام من النون هو عندي ساكنة من قرأت كتاباً عن أصناف الطعام عن كتاباً وعن كتاباً وعن طبعاً خطاً تحت الكلمة المنونة وخطين تحت الكلمة التي تنتهي بنون ساكنة طبعاً هاي الحل أمانكم بس هون بدك تتميز انت بين النون كلمات تنتهي بنون وبين الكلمات اللي أنا بنتنتهي بالتنوين حسام ومن ننتبه لكتابتها لأنه إحنا راح ننفضها حسام كأنها ساكنة ما بنكتبها هي بالأصل حسام فبكتفلها تنوين أما من بشيل الان م مي في هذه الكلمة صارت صحيحاً لا هون عندي حرف شار طبعاً ع لا خاطئ لازم النون هون تكون النون هون عندي نون أصلية هاي بدأ أميز بينها وبين كتابة الإملائية بين التنوين والنون الأصلية بالسؤال الأخير تضع النقطتين الرئيسيتين طبعاً هذور النقطتين الرئيسيتين تأتي بعد القول قالت الأم بضع نقطتين رئيسيتين هون تنتبه لها انت للكتابة الإملائية عندما أطلب منك جمل في قول تكتب نقطتين رئيسيتين قال الأب نقطتين رئيسيتين وبينك عندي حل هذه الصفحة بدنا ننتبه لإملائتنا الآن هيا استعدوا للإملاء طبعاً عندكم حل صفحة 55 اكتب خط مرتب والآن هيا لنستعد للإملاء يا أبطال اليوم والتاريخ يا ثالث هيا جلست عائلة حول المائدة انتبهوا عائلة حول المائدة جلست عائلة حول المائدة نقطة لاحظ الأب لاحظ الأب أن رائدة تكثر من أكل الحلوى بدنا أرجع عائلة جلست عائلة حول المائدة لاحظ الأب أن رائدة تكثر من أكل الحلوى نقطة سأل ابنته عن سبب ذلك سأل ابنته عن سبب ذلك فاصلة فقالت ماذا نضع بعد القول نقطتان رئيسيتان فقال نقطتان رئيسيتان أحب الحلوى يا أبي فقالت أحب الحلوى يا أبي فاصلة قال نقطتين أيضا بعض القول علينا علينا ألا نكثر من أكل الحلوى علينا ألا نكثر من أكل الحلوى طبعا هناك انتهت الإملاء نقطة بدأ عائدة سريع جدا جلست عائلة حول المائدة لاحظ الأب أن رائدة رائدة تكثر من أكل الحلوى سأل ابنته عن السبب عن سبب ذلك عفوا عن سبب ذلك فقالت أحب الحلوى يا أبي قال علينا علينا أن لا نكثر من أكل الحلوى بهاك احنا خلصنا إملائتنا لهذا اليوم وحلنا صفحة 54 تبعتون الإملاء على المنصة بتتابعوني يعطيكم العافية ثالث موفقين إلى اللقاء موسيقى موسيقى